أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله دائماً استتباعاً واستكمالاً لموضوع علامات الصغرى المتعلقة بفساد الإنسان في فكره وفي اعتقاده وفي معاملاته نحن الآن مع فساد الجوار ونتحدث دائماً عن حقوق الجار في الإسلام في الجمعة الماضية تحدثنا عن الحق الأول وهو كف الأذى عن الجار لأن الحقوق ثلاثة كف الأذى ثم بعد ذلك الإحسان إليه ثم بعد ذلك تحمل الأذى عنه فهي درجات الدرجة الأولى أن تكف الأذى عنه فإذا فعلت خطوت خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح الذي يرضي الله أن تحسن إليه فإذا أحسنت إليه تخطيت خطوة ثالثة متقرباً إلى الله أن تتحمل الأذى منه إذا كان يؤذيك الله ونحن نتحدث دائماً عن كف الأذى لقد تحدثنا في الجمعة الماضية أن المرأة التي ذكرت عند الحبيب صلوا عليه ذكرت بكثرة صلاتها وصدقتها وصيامها لكنها تؤذي جيرانها قال رسول الله لا خير فيها هي في النار فأذى الجار من أكبر الكبائر وتحدثنا أيضاً أن المسلم لا يؤذي الجار بلسان ولا بيد ولا بعور فاللسان لا ينبغي أن تتحدث عن جارك بعمر لو حضر يسمعه لما نطقت به أو لو غاب وبلغه لاستحييت أن تلقاه هذا اللسان ثانياً اليد لو أنك ذهبت إلى السوق كما قال أحد العلماء فلما بحثت عن كيس نقودك تذكرت أنك تركته أو نسيته في دار جارك فتطمئن ويطمئن قلبك وتقول داره داري داره داري لا تخشى منه الغدر والخيانة فإذا أحسست أو قلبك تحرك بسوء نية أو ظن فيه فقد آذيته فقد آذيته وعما الثالثة العورة إذا كنت في صفر خارج بيتك وبلغك أن جارك دخل عليك إلى بيتك فيطمئن قلبك وينشرح ويزداد فرحاً وتقول إن جاري يتفقد أحوال أهلي جزاه الله خيراً لا إله إلا الله محمد الرسول لسان ويد وعورة لا إله كما لا يجوز للمسلم أن يؤذي الجار بأمور يراها الناس بسيطة لكن عظمة الإسلام للمحافظة على العلاقات الطيبة بين الجيران تحدث عنها في أحاديث صحيحة الله لا إله إلا الله فيحرم على المسلم أن يؤذي جار حتى بقتار قدره قتار الرائحة التي تنبعث من القدر إذا وضع على النار فخرج ترائحة الطعام لتؤذي أو تصل إلى أنوف الجيران وخاصة إذا كانوا لا يملكون أو كانوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما تصل إليه أنت عبر النقود من طيب المطعم لا إله إلا الله محمد الرسول الله فلا يجوز للمسلم أن يؤذي جاره بقتار قدره إلا أن يغرف له منها إذا كان لا بد أن يصره ذلك فوجب عليه أن يتكرم بفضل طعامه على جاره إلى شم الرحاق سكتعطي فر هذا الشي فيه بقى شي حاجة من هذا الشي يروى ويحكى أن الجار يسكن إلى جانب الجار لا يعرفه ما يقول لك تسأل عشرين عام خمستاشر عام لا يعرفه وهي يعطيه المكلة لا إله لا إله إلا الله محمد نحن نرد المسلمين إلى أصل دينهم فقط فكثير إن شاء الله ممن يسمع سيعرف أولا ثم يجديد نفسه لكي يطبق ما يستطيع ليحسن إلى جاره فخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وأول من يحاسب من حقوق العباد يوم القيامة حقوق الجار على الجار لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله على الحبيب أوصاني بثلاث قال يا أب ذر اسمع وأطع ولو لعبد مجدوع الأنف فإن صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمرقتك وصل الصلاة لوقتها لا إله إلا الله محمد رسول الله اسمع وأطع للأمير الذي اجتمعت عليه كلمة الأمة ولو كان عبدا حبشيا أنفه زبيبة ثم بعد ذلك حصني للجار إذا طبخت طعاما فأكثر ماء شن بيصلاح سن يعالج الأزمة الاقتصادية طريقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية أن الجار إذا توفر لديه طعام مهما كان قليلا وجب عليه أن يكثر فيها الماء لتكثر مارقته ليصيب منها الجار هل رأيتم تكافلا كهذا هل رأيتم عمل بسيط يراد منه تجاوز ما يسمى بالمجعة أو الفقر أو الجوة في الحالات التي تعيش فيها الأمة الحاجة إلى الطعام لا إله إلا الله محمد رسول الله وصل الصلاة لوقتها كما يستحسن كما ورد في بعض الأحاديث أنه إذا اشترى فاكهة وجب عليه أن يسترها على أعين الجيران حتى لا يخرج بها الأولاد فيراها أبناء الجيران فتنكسر قلوبهم إلا أن تعطي الأولاد أي أولاد الجيران منها ندخل مساعدة جلد خلاف ميكا الحمد لله يوكل اليوم غير ميكا تلكوحة أما يجيب لك يدفع الكهر ويدخلك وشي بيضا والجار ما عندوش إلا كان عندوه شغلهم اللي عندهم غب الرأسه على عينك شوف ونشوف هذا جيب كاميون هذا جيب كاميون أنت بجوارك جار فقير فعليك إن جئت بحوائجك أن تدخلها مستورة مهما استطعت إلى ذلك سبيلها وخاصة للفاكهة الفاكهة حتى لا يراها ابناء الجيران وإذا أدخلتها مستورة احترز أن يخرج بها أولادك إلى الخارج فيراها أبناء الجيران فتنكسر فتكون قد آذيت ابناء الجيران وبذلك آذيت الجار يا الله يا الأذى في المشاه يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى جانب اجتناب إطالة البناء عليه إلا بطيب نفسه حتى لا تحجب عليه الهواء والشمس تستأذن الجار إذا أردت أن ترفع من بنائك لأن من حقه عليك أن لا ترفع عنه البناء حتى لا تحجب عنه الشمس والريح إلا بإذنه وحتى لا يكون ذلك طريقا إلى كشف عورته فمهما ارتفعت في السماء إلا وكنت قادرا على أن تطلع على ثناء بيتك لا إله إلا الله محمد رسول الله عباد الله إن حبيبنا رسول الله صلوات ربنا وسلام وهو يتكلم عن آذى الجيران لم يفته أن يحدثنا عن أعظم الأذى الذي يلحقه الجار بجاره أتدرون أعظم ما يمكن أن يؤذي به الجار جاره؟ لقد فهمتم إن شاء الله فها هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال الحبيب رسول الله صلوات ربي وسلامه على الحبيب وعلى آله وصحبه قال يا الله ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة الزنا حرام فقال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره الله الزنا حرام يهتز له عرش الرحمن فلأن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون عند الله من أن يزني بحليل تجاره زوجة جاره أو بنت جاره أو أخت جاره فيعظم الذنب عياذا بالله فكبرت خيانة أن يخون الجار جاره في عرضه ألا إنها قد كبرت خيانة أن يعمد الجار فيخون جاره في عرضه عياذا بالله يا الله ثم سأل الحبيب صلوا عليه وما تقولون في السرقة قال حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة فقال المبعوث رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء صلى الله عليه وسلم ولا أن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا أن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيصر عليه من أن يسرق من بيت جاره عباد الله إن القلوب حينما تدخر وتقترب من رب العالمين وينبعث وتنبعث أنهوار التوحيد والإيمان في قلبه يصبح مستشعرا لأدنى ذنب يذنبه فقربه من الله وتعظيمه لله يجعل القلب حذرا فلا يقع في سغائر الأمور بدل كبيرها حتى الأمور الصغيرة تجد القلب المؤمن يرتجف ولذلك قال ابن مسعود يرى المؤمن المعصية كأنه واقف على أصل جبل والجبل يوشك أن يقع عليه هكذا المعصية عند المؤمن وأما المنافق القاسي القلب القلب الذي خلى من أنوار التوحيد والإيمان وأظلم بسبب استحواذ الشيطان عليه يرى المعصية الكبيرة كذبابة وقعت على أنفه فهشها هكذا فاسمعوا إلى السلف الصالح كيف كان يحضر من أن يؤذي الجار يروى أن رجلاً ضل يبكي أربعين عاماً فلما سئل عن سر هذا البكاء المسترسل المستمر الطويل وسألوه أية جناية جنيت حتى تبكي هذا البكاء حتى قالوا له والله لو قتلت نفساً بغير حق واطلع أهل المقتول على حالك لا تجاوزوا عنك ما الذي فعلته قال إذا كان لابد أن أجيب وقد أحرجتموني فاسمعوا اسمعوا وضعوا أيديكم على قلوبكم حتى لا تقفز من أقفاص صدوركم قال دخل علي ضيف ذات يوم فأكرمته بوجبة كان قوامها سمك فلما أكل وشبع وشرب استحييت أن أتركه على الحال ويداه تنبعث منهما رائحة السمك فبحثت عما يغسل به يديه حتى تذهب ريح السمك من يديه فلم أجل فعمدت إلى حائط جاري فأخذت منه بعض التراب فأعطيته لضيفي ليغتسل به حتى يذهب أريح السمك من يديه وما إن انتهى من غسل يديه بالتراب حتى استيقظ قلبي من شر ما صنعت ويحي أخذت التراب من حائط جاري بدون أن أستأذنه فلا زلت أبكي هذه السنوات كلها اسأل الجيران عن إلقاء الأزبال عند بيوت الجيران اسأل الجيران عن التبول عند أصل حيطان الجيران اسأل الجيران عن الإزعاج الذي يحدثونه إذا صعدوا في الدرج إذا أرادوا تغيير مكان بعض الآلات اسمعوا وانظروا إلى الجيران يفتتح في الحي مقهن يا أمها المنحرفون والمنحرفات يدخنون الخمر والمخدرات اسألوا الجيران يأتي جار ثم يفتح مشروعا أو يؤسس مشروعا للعب القمار في الحي لإفساد المسلمين لإفساد أمة رسول الله اسمعوا وانظروا إلى الجيران قال رسول الله ذات مرة في غزوة يريد أن يخرج في سبيل الله فقال لا يتبعن اليوم من آذى جاره فخرج رجل من الجيش فلما سئل عن سر خروج قال تبولت في أصلحاء تجاري الله لا إله إلا الله قضية النظافة تعالجيران أمر عجب والله أين هو عمل الوداديات التي تقوم بي ويناط بها دور القيام بالأعمال الواجبة لرفع الأذى عن الجيران مصلاحة الحي تنظيف الحي الود الحار انت على الحي سهل مجموعة انت على المسائل مما أذكره لكم في هذا الموقف الخاطف أن أحد الإخوان نظر إلى الود الحار تعالجيرانه فوجده قد انحبس فإذا بالمياه تخرج المياه يعني تعالو الحار تخرج وإذا بها تحدث إزعاجا للسكان من بعاث الرائحة الكرهة التي تعرفون ولكن تساقط هذه الأمطار المستمر لم يسعفه بأن يستدعي العمال لفتح هذا الانسدان فقام هذا الجار تحت المطر الوبي للغزير فقام بعملية فتحه وآراح الجيران والسكان من هذا الأمر ولم يره أحد فلما سأل الجيران من الذي قام بهذا واش البلدية 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 البلاء ماش تموت قاع وتلغال شي واحد يجيك حينما سقطت الأمطار تعال السماء الفارطة كل شي الجيران تعالي عندهم لكاب باسمودان انبعث الماء تعالو الحار فملأ كل شي ذيك هذا كل الطابق السفلي كل شي بقوا بحال سفينة في الماء ألغوا ولا أجلس راهم نهيانا مع الخرين يلهوا معك نتاو راهم نهيانا معنا لا أخور ولا أخور لا أخور لقد شكو نتشكو لقد فقاش توصل لكذا الكاميون لي مهرس فقاش يوصل على كل فلما سألوا أخبروا أن فلان الجار قالوا فلان هو الذي قام بهذا العمل فذهب إليه هذا الرجل وكان طاعن في السن وكان يكره المتدينين وكان ما يبغيش يجيق على الجامعة يقولوا له ما لا شبت بشيش تصلي في الجامعة قالوا لك نجيو المسجد فيه غير منافقين هكذا بس كان هكذا هكذا قرّه الله يحسن عونه والشيء إذا شب إذا شب على شيء شاب علي خاصة الشيخ صعيب باش تحوله صعيب فقالوا له فلان الذي يصلي الصلوات الخمسة في المسجد والذي كان يتحدث معك عن الصلاة في الجماعة هو الذي قام بهذا العمل قال أقام به تحت المطر قال نعم بصواره نعم خلصوه لا فقال وهل يوجد على وجه الأرض من يقوم بعمل خطير صعب كهذا باطل قالوا له ما شيء باطل في سبيل الله ثم تدرغي عن الخلاص التحنى أفي سبيل الله لأن الله تعالى يحب من يرفع الأذى ويكف الأذى عن الجيران هو من أعظم الأعمال الصالحة قال يا أخو يا كنت غالطي وسلم له على رأسه الشيبان إسلام وبدأ يذهب إلى المسجد لو كان تدير له مئة محاضرة لو كان تدير له مئة ألف محاضرة عن فضل الصلاة في المسجد لن يسمع لك ما دامت سبقت إلى عقله فكرة أن هؤلاء عندهم شيء حاجة ما ننشي ديره الشيء لله لكن لم يقتنع أنهم إنما يريدون له الخير حقا حتى قرن الأقوال بالعمال وليست أي أعمال إنه عمل لا يقدر عليه إلا صديق ولذلك هذا الأخ ومجموعة الإخوان هم من قبل كانوا يعملون في هذا المجار حياتهم هكذا لله تعالى سبحانه بك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الجوار نسأل الله تعالى أن يكرمنا إن شاء الله بحسن الخلق اللهم يا رب نسألك أن تجعلنا من خيرة الجيران للجيران وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين وسنعود للموضوع إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء